فالعقل وحده لا يكفي بل لا بد من مرشد ومبين وموضح ودال فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لعلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يقول القرطبي رحمه الله إن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف وبه يعرف الله تعالى ويفهم كلامه فالإنسان يعرف الله ويفهم كلام الله بما وهبه من العقل وإلا فإن الكائنات الأخرى من الإبل والبقر والحيوانات المفترسة وغيرها من الكائنات الحية لا تدرك هذه الأشياء به يعرف الله تعالى ويفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله عليهم الصلاة والسلام إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب أي أن الله تبارك وتعالى أنزل الكتب وبعث الرسل ليرشد الناس ويدلهم على الصواب فالعقل وحده لا يكفي بل لابد من مرشد ومبين وموضح ودال فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ترجمة نانسي قنقر شكرا